السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في قناة مسمام التعليمية النهاردة يا اصدقائي هنزاكر مع بعض unit 4 من كتاب connect plus on the farm يعني في المزرعة عندي كلمة farm معناها مزرعة on the farm يعني في المزرعة قبل ما نبدأ اصدقائي تتعاموني لايك للفيديو علشان استمر معكم وما سننسوا شاشيكم في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يصلكم كل جديد يلاي اصدقائي نبدأ درسنا مع بعض هنا عندي بيزي بي بتقول look انظر listen استمع and read واقرأ هنا عندي اصدقائي في الليسون ده هنتعرف مع بعض على كل animal كل حيوان وايه الصفات اللي هو بتمتع بيها او الصفات اللي هي بتكون عنده هنا عندي مثلا في البكتشر القدامي هو جايب هنا عندي سورة duck صورة اللي هي البطة و جايب حوصان horse و جايب goat اللي هي المعزة هنا عندي جايب duck و بشاورة على المنقار بتاعها و بيقول beek beek معناها منقار يبنى عندي beek معناها منقار بعد كده بشاورة على الجناح بتاعها و بيقول winds 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 معناها اجناحة طبعا جايب ما شايفين احنا ندير البطة عندها two winds يعني عندها جناحين احنا عندي اصدقائي حرف الجي طبعا مش بنطاقه بنقول winds طيب بعد كده عندي الولاد اللي في البكتشر اللي قدامي بيقول look انظر a horse look معناها انظر horse يعني حصان بيقوله انظر للحصان راح قاله it's a big horse it's a big horse يعني ده حصان كبير it has brown hair and a long tail يعني هو عنده شعر لونه بني وعنده كمان long tail يعني عنده ذايل طويل يبقى هو هنا عندي بيصف الهورس اللي هو الحصان وبيقوله انه هو عنده big عنده هو brown hair شعر bunny and a long tail وكمان ديل طويل هنا عندي الصفات اللي عندنا في الدرس ده اول حاجة عندي big يعني كبير عندي long معناها طويل طيب بعد كده بيقوله look انظر ducks انظر للبط they are small ducks هما بيكونوا بط صغير a duck has two wings يعني البطة عندها two wings عندها جناحين and one beak ومن قار واحد هو عندي بيصف duck بيقول انه هما كلهم small وبيقول الدك اللي هي البطة الواحدة يعني عنديها two wings and one beak ومن قار واحد كده بيقول look انظر a goat اللي هي الماذا مالها it's funny انها يعني مضحكة a goat الماذا has four legs عندها اربع ارقل and small antlers يعني كمان عندها قرون صغيرة سايفيني اصدقائي عندي في البكتشر هنا عندي goat اللي هي الماذا عندها antlers اللي هي القرون small عندها small antlers يعني قرون صغيرة يبه هو هنا عندي بيصف goat اللي هي الماذا طيب ايه اللي هنتعلمه اصدقائي عندي في اللي سن ده طبعا اول حاجة هنتعلم الكلمات اللي هي horse حصان جوت معزة بطة عندي كمان يعني اجنحة منقار اللي هي القرون طبعا احنا هنحفظ الكلمات دي طب ايه كمان هنتعلمه في اللي سن ده هنتعلم مع بعض اللي هي عندي اللي هي استفات عندي هنا معناها كبير عندي معناها طويل يعني صغير تمام اصدقائي طيب ايه كمان هنتعلمه في الدرس ده هنتعلم كمان اني لما بقول ده عنده او هو يمتلك او الحاجة دي عنده او لديه معناها هاز طبعا اصدقائي لكن لما بتكون بتكلم عن حاجة واحدة بقول هاز لكن لو بشوف حاجتين او يعني الحاجتين بقول عنهم ان هما عندهم الحاجة دي انا بقول هاف بس لكني عنديش الدرس ده عندي بس اللي هي هاز زي ما شافيت انا بقول يعني هو عنده هو لديه يعني شعبوني يعني هو عنده اربع ارجل هو بصفه بقول انه هو عنده اربع ارجل هنتقل اصدقائي اللي بيت جالي بعده يعني ايه اللي بيعيش في المزرعة بيت بي بتقول له كونزل لسنستمع وقول هنا عندي اصدقائي اول حاجة بيقول يعني يوجد بقر كثير او بقر كبير يعني يوجد بقر كبير هنا اصدقائي لما بشاور على حاجة بقول يوجد بس طبعا لجمح بقول بقول ايه وبعد كده عندي بقول بتاعتي بقول اللي هي الصفة they are big او small يعني اقول كبير او اقول صغير هنا عندي بيقول they are big cows يعني يوجد بقر كبير they are big sheep يعني يوجد خراف كبيرة they are small chickens يعني في او يوجد اللي هي الفراخ او الدجاج يعني صغير they are they are small ducks يعني في بط صغير they are big horses يعني يوجد احسنة كبيرة تماما اصدقائي زي ما شايفين كده عندي في البيكشرة قدامكم بستخدم they are وبقول عندي الصفة بتاعتي اللي هي big or small وبعد كده عندي بقول الانيمول اللي انا بوصفهم طيب عندي بعد كده بيسي بي بتقول قريد اقرأ ما تشوصل and say وقول number one horses are big يعني الاحسنة كبيرة هو عندي موصلها الطائر صغير دي عندي بيكشرة number three الفراخ صغيرة او الدجاج يعني صغير دي number b اللي هو البقرة بيقول ان هي كبيرة دي بيكشرة number a زي ما شايفين كده اصدقائي هو عندي هنا بيقول الحيوان وبعد كده بيحط وبعد كده عندي بيقول اللي هي الصفة وقال الصفات هنا عندي زي وكمان عندي صغير هنتقل بعد معناها الحيوانات بيزي بي بتقول انظر واقرأ هنا عندي بيقول يعني بيعيش في المزرعة يعني وبياكل اللي هو الاش هي معناها اش هي معناها الاش تمامي اصدقائي هو هنا عندي بتكلم على المعزة وبيقول ان هي بتعيش في المزرعة وبتاكل الاش تمامي اصدقائي هنا عندي الافعال ليف معناها يعيش ايت معناها يأكل عندي بيزي بي بتقول listen and match يعني استمع ووصل نمبر وان بتاكل عشب من أصدقائي اللي بيأكل الجراس اللي هو العشب طبعا جود برفع عليكم طبعا عندي كاو اللي هي البقرة نمبر in the sky بيتير في السماء طبعا مين يا اصدقائي بيرد اللي هو الطائر دي بكش نمبر اي بعد كده عندي الولد بيقول look again and say يعني انظر مرة تانية وقول هننظر ونقول اي اصدقائي هنصف كل ونقول هنا عندي بيقول it's a cow انها البقرة it lives on the farm بتعيش في المزرعة it eats grass بتاكل العشب طيب يلا كمال احنا اصدقائي نعمل زي كده جملة هنقول ايه it's a horse انه حصان it lives on the field يعني هو بيعيش ممكن نقول في الحقل او ممكن نقول نعيش فين on the farm بعد كده هنقول it's run in the field يعني هو بيجري في الحقل طيب نقول جملة كمان هنقول مثلا هنا عندي it's a bird انه طائر it flies in the sky هو بيطير في السماء يبه دي عندي اصدقائي جملة طيب هنقول جملة كمان هنقول مثلا it's a fish يعني انها سمكة it swims in the water يعني هي بتعوم في الماء الخلاصة الاصدقائي عندي من الليسون ده هنحفظ اين هنحفظ eat معناها يأكل طبعا دي عندي افعال swim معناها يزبح او يعوم run يجري fly يعني يطير دي عندي اصدقائي الافعال ده هنحفظها eat يأكل swim يعوم run يجري fly يطير دي عندي اصدقائي كمان عندي في الاول عندي leave معناها يعيش هنتقل البيتج اللي بعده هنا عندي do the farm كويز read number and write يعني اعمل اللي هي كويز معناها اصدقائي معناها مسابقة وامتحان يعني وصير بعد كده اقرأ ورقم واكتب number one it's big it's brown it's big يعني كبير brown bunny it runs بيجري in the field يعني في الحقل what is it من ده يا اصدقائي لونه بني وبيجري في الحقل طبعا طبعا ده عندي horse اللي هو الحصان number two it's small يعني صغير it's in different color فيه الوان مختلفة white black or brown it lives on the farm وبيعيش في المزرعة من هو اصدقائي what is it دي عندي هن اللي هي الدجاجة طب number three it's small it's flies in the sky what is it صغير وبيجري في السماء مين هو جو طبعا عندي bird الطائر number four it's gray it swims in the water what is it لونه رماضي وبيعهم في المية مين هو طبعا فش السنكة number five it's white and brown لونه ابيض وبني it's funny وكمان مضحك it's hay وبياكل الاش what is it مين هو طبعا عندي good اللي هي المعزة هنا اصدقائي في الدرس ده اصدقائي زي ما قلت قبل كده هنتعلم مع بعض اللي هي adjectives الصفات ايه ازاي انا بصف الانمو البصف الحيوان بقول it's وبعد كده عندي بقول adjectives بتاعتي اللي هي الصفة هنتقل اللي بيجي لبعده what grows in the forest يعني ايه اللي بيانمو في الغابة بذي بي بتقول listen استمع point shower and say وقول هنا عندي اصدقائي انواع من trees او planets يعني النباتات او الاشجار هنا عندي اكشن number one دي بيقول اني دي عندي tree شجرة زي ما شايفينها كده عندي tree شجرة number two شايفينها دي اصدقائي صغيرة خالص بس زي ما شايفينها كده فيها عندي leaves كتير فيها اوراق كتيرة دي اسمها push push يعني شجيرة طيب عندي كمان نوع من انواع النباتات عندي دي flower flower اللي هي الوردة او الزهرة grass grass العشب عندي كمان leave اللي هي الورقة تمام يا اصدقائي زي ما شايفين دي انواع planets او اللي هي الاشجار يعني اور trees وكمان النباتات السوري والاشجار عندي بيز بيب بتقول look انظر choose اختار and write واكتب هنا عندي جاي بيكشن نمبر وان طبعا دي صورة tree شجرة طب نمبر تو عندي دي صورة bush اللي هي الشجيرة حاجة كده يعني اصدقائي اصغر من tree اصغر من الشجرة نمبر ثري grass طبعا عندي كمان نمبر 5 دي صورة flower اللي هي الظهرة وكده اصدقائي انا خلصت معاكم part 1 من unit 4 تابعوني في part 2 لو عقبكم الفيديو لايك وشير وما تنسوش تشكو في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يصلكم كل جديد goodbye